السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البطني قبل ما نبدأ الفيديو تانت عنه اليوم لا تنسوا تصلي وتسلموا على رسول الله لي أفضل الصلاوات اليوم إن شاء الله أجبت لكم حلوة بالفرماج بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات اقتصادية وبمقادير موجودة في كل بيت تحضرها أيضا في وقت قسار ما تديش منكم وقت كبير تقطع لكم أيضا كمية لبأس بها والشي اللي يعجبني في هذا الحلوة إنها الذوب في الفم وقدما تحتفظي بها في العلبة قدما راح الزيت تولي طرية أكثر وأكثر تقدري تديها الفطر الصباح وللقهوة عاصر خليكم ذلك مع الوصفة نبدأها لبركت الله مع تحضير العجين في ريسيبيون راح نحطه 250 غرام مارغارين طبيعة الحل نذوبوها وخليوها تبرد من بعد لنا كما أجبتكم هذا الحلوة نخدمها بالفرماج وما فيها ش نهائيا الضوء تاع الفرماج وبثاف بنينة ورائعة وأيضا تجي بثاف مبسة عندي فرماج هذا تارتيليس نمخده من ثلاثة أجبان هذا الفرماج مميز وكما أقول لكم فرماج تارتيليس راهو من مجموعة باتنا تشيز بثاف بنين ورائع حاولوا تجربوه سيرتولي صندويش للطهي بثاف بثاف مليح وراهو موجود في العلبة الصغيرة وموجود أيضا علبة كبيرة إذن هنا اضفنا ملعقة نتاع فرماج تارتيليس وعندي أيضا هنا ملعقة تاع سكر غلاسي تكون مملوقة ما تكثروش أكثر ما تكثروش سكر لي أنه من بعد راح نغطيوها بالمعجون يعني هذا كهو عندي أيضا ملعقة صغيرة تاع فانيلا باش إنك هو الحلوة تعنا واللي هنا نبدو نضيفه الفرينة بالتدريج أول حاجة كما شدون نخدم بالفوي بهذه الطريقة ومن بعد راح نضيفه كيس تخميره كيميائية كيس كامل نزيد وندخله مع ذاك الخاليط وكما شدون هنا الفرماج دعنا قعدها كيك حبيبات راح نضيفه الفرينة يعني هذا هو الاسيوس اللي راح نخدمه به نضيفه الفرينة كمية قليلة فقط ونخلطوه باش هذك الفرماج يذوب النع في إدينا يعني هذا الاسيوس لازم تبعوه نضيفه فقط كمية قليلة هكا ونخلطوه مليح باش هذك الفرماج نذوبوه بالإدينا بهذا الشكل نخدمه بهذه الطريقة لمدد ثلث دقائق حتى نشوف الفرماج هذا كامل ذب وارجع مع هذيك يعني الجنس مع هذيك العجينة بهذه الطريقة وبعد نضيفه الفارينة بالتدريج انا استعملت لهنا سيمة وما استعملوا اي نوعية كانت عندكم حتى انت حصلوا علاجينا تكون طريقة ما تكون شيابسة بزاف بهذا القوام ما نخليوها ترتاح موالو ديراكت راح نديروها على شكل حربوش كما نخدمو المقرود فقط المقرود رانا نحشيوه بالغرس ولكن هذي ما نحشيوهاش ونمشيوها بهذا الطريقة واذا شتو العاجين تطلق لكم الهواء او خرج لكم الهواء حاولوا تضغطوا عليه فقط بهذا الطريقة حتى نديروهم على شكل مقرود تحبوا طبعوه وتحبوا كما تحبوا تديروه لديروه هذا يرجع لكم بهذا الطريقة بالموس ولا بالكوبات وتشكلوهم ثلاثات بهذا الشكل طريقة جد سهلة ونبعد هنا الحباتنا ننحيوهم ونحطوهم في بلاتون نكونوا فرشناه بورقة طهي ولا بالفارينة بالفارينة نكمل كامل كمية نفوتها الفرن على 180 درجة كنشوفوا بداية حمار من تحت نشعله لي من الفوق فقط ياخذ لون أصفر ونطفيه عليه النار بهذا الشكل نخليه وهي برد تماماً رح نعط لكم القوة متاعه هنا شوفوا كيف شره يجيه شيش ويجيه بالزفرة يعني مليح القهوة تعاصر ولا الفطور الصباح وما فيه شي لبنه تاع الفرماج عند اللي هنا باكي الوفاق تاع القوفريت ارحيته اللي هنا فقط اسوس رح نعطيه لكم سيرتوذوك احنا رانا في الصيف يعني رح يطلق لنا هذك القوفريت يطلق لنا هذك شيكولا حطوه في الثلاجة مليح احتاني برد جيداً ومن بعد باش ترحيوه في الميكسر ولا تربيوه في الاراب باش ما يتعجن لكمش ومن بعد اللي هنا نجيبوه المعجون وشوية على المظهر وايضاً رح نزيد لها حاجة اللي هنا المعجون رح يكون في هذك الحماضة رح تخلي الحلوة تعنا فيها قو مختلف ايضاً زيت اللي هنا حاجة ملعقة انتعسل ما تنسوهاش ومن بعد اللي هنا ندهن ونخلطوه كم المكونات ذلك مع بعض ومن بعد ندهنو الحبه تعنا عفواً ونرمدوها في هذك شوفوا بهذه الطريقة طريقة جيد سهلة حلوة تحضرها في قصير وايضاً مكوناتها بسطة اقتصادية موجودة في كل بيت رح نخليكم مكونات في صندوق الوصف اذن هذه الحلوة تعنا نكمل كامل الحلوة تعنا بنفس طريقة كما شتو ندهنوها بهذاك المعجون ومن بعد نزيدو نغبروها بهذاك القفريت بهذا الشكل ومن بعد نحطوهم في الكيسات ونطلقوا ان شاء الله في سحن تقديم في الاخير اذن هذه الحلوة تعنات عنها اليوم اتمنى انها تناعجبكم وتجربوها بالنسبة للقوامها رائع قدما تخلوها في العلبة قدما رح زيت تولي لكم تتفتت في اليد يعني قبل ما توصل الفم تتفتت في اليد اذا عشتكونا في فيديو تانا تنهار اليوم عليكم انتكثروا لي من اللي جامتكم اذا عشتكم قناتي مع عليكم انتدلوا اشتراك ولا ابني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد ما بقاني اقول لكم شاهدكم بالصحة اتلقوا في عد اخر مع وصفة اخرى ما تنسوش دعموني في الانستغرام لكم تشوف في اسفل الشاشة شاف صلاحي باتني رح خليكم فيه وصفات سهلة وسريعة وبزيف بيننا اذا انت اللهوا في رواحكم اتلقوا في عد اخر سلام عليكم